أطفال بلا دواء وأسر بلا مأوى وأوضاع معيشية صعبة يعيشها أبناء قطاع غزة جراء الانقسام والحصار المفروض على القطاع هكذا وصف الحال هناك أبناء قطاع غزة الذين تمكنوا من الوصول إلى الأردن بعد معاناة شديدة من أجل المشاركة في فعاليات مهرجان الطفل الدولي الدواء هذه مشكلة كبيرة نسبة الدواء لتدخل قطاع غزة نسبة ضئيلة جدا يوجد عجز لدى وزارة الصحة بكميات رهيبة كميات هائلة كل عشرين مريض له سرير واحد فتخيل الأطفال الطفل من حد ما يولد الحضانة اللي هو لازم ينحط فيها غير معقمة غير سليمة غير صحية نتيجة الوضع اللي احنا منمر فيه المستشفيات الموجودة فيش كهربة فيها فيش مولدات شغلوها في الوقت الراهن اللي احنا منعيش فيه حصار وانقسام داخلي لا يوجد أمل لأي طفل فلسطيني عقد المؤتمر بحضور عربي من أجل تسليط الضوء على أوضاع الأطفال في الدول التي تعاني من حروب وعلى رأسها أطفال فلسطين لذا تركزت توصيات المؤتمر على ضرورة توفير الرعاية الصحية والتعليمية لأبناء غزة فالطفل الآن هو يعاني في هذه الصراعات وانا قررنا ان نلقي الضوء على جوانب كتير بتتخطص بالطفل عشان احنا نوصل معاه لنتيجة واحدة اللي نخرز بتوصية أساسية هي كيف ان نرعى الطفل في مناطق الصراع أهل غزة يجب هذه البقعة يلقى الضوء عليها يلقى الضوء على أطفالها لأنهم هم فعلا يعانوا من كتير أمور ظلم وتعذيب واعتقال وحرمان من أساسيات الحياة هذا ما يعاني منه الطفل الفلسطيني وخاصة في غزة فلا تستطيع شاشات تلفزيون والإعلام نقل الواقع المرير الذي يعيشه الطفل الفلسطيني ومن هنا كانت تركيز في المؤتمر على الطفل الفلسطيني وتخصيص مجموعة من النشاطات في مخيم غزة لإلقاء الضوء على أوضاع الأطفال في مخيمات اللجوء من مخيم غزة في جرش دام الكردي قناة الغد ترجمة نانسي قنقر